بالنسبة لمنطقتنا احنا السيناريوهات وكننا لسا نتكلم انا والدكتور عاطف قبل ما نخش ان السيناريوهات بالنسبة للمنطقة لو مسك بايدن هنحط نقطة ونبتدي من قول السطر بالنسبة لدول كتير جدا يعني اي تقدم تم احرازه؟ يعني لا مش اي تقدم يعني مثلا هناخد ملفات لو حضرتك حبيت يعني انا اعتقد ان توقيا انا اقول حييتك على السريع تركيا طبعا هيبقى فيه قلق بالنسبة لها واكيد هي لو بايدن جي هيبقى فيه يعني هو قراجي بايدن اتكلم على سياساته تجاه تركيا وحماسه تجاه المعارضة لا هو اتكلم على ان احنا لازم ندعم المعارضة في تركيا عشان نتخلص من اردوغان والحكم الحالي ولكن دون ثورة من خلال سنة جيء الاختراع فده قراجي هو قالها يعني ايران حيكون بالنسبة لها يعني بايدن الاتفاق النووي الايراني ممكن يحصل فيه اعادة نظر تاني فبالتالي بايدن بالنسبة لها حيكون الافضل الحرب مع الصين الحرب التجارية مع الصين اعتقد هتاخد منزلق اهدى شوية مع بايدن فالصين اكيد هتكون في اتجاه بايدن قضية الفلسطينيين احسن الفلسطينيين غير الاسرائيليين الفلسطينيين هيبقى طبعا بايدن قد يتكلم على انه يقعد فتح الانصلية في واشنطن تاني وانه الديمقراطيين دايما بيتكلموا على التو ستيت سلوشن الى حل الدولتين وان الدعم للنتانياه واخدوا لازم يقل اما فالاسرائيليين طبعا بالنسبة لهم يعني اخدوا كل اللي هم محتاجينه من ترامب اعتقد انه ترامب اللوبي اليهودي كله رايح ناحية ترامب ولكن ده مش معناه يعني احنا كنا منتكلم انه بالذات بالنسبة لإسرائيل النقطة ومن قوم السطرة دي مش هتحصل قوي يعني لانه هي جزء من الثورة الامريكية لان التطبيع اللي حصل ده مش هنتراجع فيه استمرار في التطبيع يعني فيه سياسات هتفضل موجودة انما فيه سياسة اخرى للديمقراطيين لها دعوة بان الفلسطينيين لازم يكون لهم برضو استقرارهم ودولتهم نعم